عن الفوائد أنا ما صليتش خمس سنين عشر سنين أعمل روحة المسجد سألت فقال لي لازم تصلي كل الأوقات ومعها السنن بتاعتها وإلا ربنا مش هيسامحك ومش هيغفر لكي وبعدين بتقول لي وانا مش هقدر أعمل كده طب ما هي دعوة لليأس ما احنا لسه بنقول يا جماعة يا جماعة يسروا ولا تعسروا مش مطلوب منك انك بتغير في الدين ولكن مطلوب منك انك تكون أمين وانت بتعلم الناس مش انت بتمل رأي معين فتفرضوا على أمة لا إله إلا الله لا عندنا حكم صلاة الفوائد أحد أمرين الأمر الأولاني إن الإنسان يصلي مع كل وقت وقت إلى أن يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه طب في الحالة دي بصلي سنن لا ما بصلي السنن لا في الأديم ولا في الجديد يعني حتى الوقت الحالي اللي انت بتصلي فيه لو رايح تصلي مثلا العصر عايز تقضي الفوائد بعد ما تصلي العصر تقوم تقيم الصلاة وتصلي عصر بنية مما عليه ده رأي لا بتصلي للسنة القديمة ولا للسنة الجديدة علشان تقدر تقاوم وتستمر الرأي الثاني وأنا قلت قبل كده أنا أميل إلى هذا الرأي إن أبدأ بداية جديدة مع الله ليه لأن اللي ما كانش بيصلي ده كان إيه كان عاصي طيب لما فكر إنه عاصي وبدأ يعاتب نفسه ويلوم نفسه عمل إيه بدأ يتوب إلى الله سيدنا النبي قال إيه التوبة تجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله هو الكافر لما بيسلم بنبدأ نحاسبه والتوبة تجب ما قبله يعني بتلغي كل اللي قبله طيب إزاي أتأكد من كده إنك أول ما تبدأ أو حضرتك أول ما تبدأ يتصلي أنا عايز أعود لربين خلاص عودنا لربين نصلي بإخلاص وخشوع لله سبحانه وتعالى نلح على الله في السجود إن ربنا يسمحنا فيما مضى ومن حاولش نفرط في وقت من الأوقات مطلقا مطلقا يعني أأدي أداء جيد أو أداء ممتاز ليه؟ لأن ربنا بيقول إيه؟ إن الحسنات يذهبين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لو أنا مش من الناس اللي تقدر تصلي مع كل وقت وقت وتأدي وشايف أن دي إن هذا الأمر فيه مشقة ها أبدأ أحافظ وألتزم بإن أنا أأدي صلاتي في أول وقتها كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمل كده لا ده أنا حاجة تانية لما أعمل كده ده أنا أبقى في أعلى الدرجات ده أنا أبقى في أفضل الهيئات